اشتركوا في القناة رئيس دولة فلسطين المحتلة اعرب له من خلالها عن تقديره وشكره للجزائر رئيسا وشعبا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية لا سيما القرار الاممي الاخير بدوره اكد رئيس الجمهورية ثبات مواقف الجزائر ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية الهادفة الى احقاق الحق وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية واتفق الرئيسان على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية الى الجزائر بعد عيد الفطر بحول الله ترأس امس الوزير الاول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في اطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج من خلال تعزيز الاطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية وفي اطار تنفيذ مشروع تحول رقمي الشامل الذي اقره السيد رئيس الجمهورية استمعت الحكومة الى عرض حول تقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير اساليب تسيير المؤسسات الجامعية فضلا عن عصرانة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال كما سمعت الحكومة الى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بابراز التطور النوعي لعدد من المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة فضلا عن الوقوف على حاصلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020 وبحث افاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار تحيي الجزائر اليوم العالمي للتوعية بخطر الالغام المصادف لتاريخ الرابع افريل من كل سنة في ظل التزامها بتحقيق الاهداف الانسانية لاتفاقية اوتاوى لحضر الالغام المضادة للأفراد وهذا انطلاقا من دورها الريادي وتجربتها في مكافحة الالغام المضادة للأفراد والتي تعود الى الثورة التحريرية وقد عكفت الجزائر بعد الاستقلال على نزع ملايين الالغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي على ارضها من خلال استراتيجية وطنية سخرت لها امكانيات هام ما ساهم فيها الجيش الوطني الشعبي بدور فعال من خلال تطهير الحدود الملغمة وازالة بقايا المتفجرات موازاة مع مساعي التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بضحايا الالغام من خلال سياسة وطنية واعية بالنظر الى عمق الاثار النفسية المترتبة عن تلك الالغام وبالمناسبة يشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيغا على ندوة تاريخية بالمتحف الوطني للمجاهد احياء لهذا اليوم الذي سينظم تحت شعار زرع الالغام جريمة مستمرة ضد الانسان والبيئة خلال زيارته امس الى ولاية تيزي وزو اكد رئيس المجلس الاعلى للشباب مصطفى حداوي اكد على ضرورة تكريس التكفل الاجتماعي في المجتمع والتشجيع على العمل التطوعي وهذا على هامش تنظيم مأدوبة افطار بمناسبة شهر رمضان الفضيل عرصنا على ان يكون حاضر معنا عدد كبير من 12 ولاية من ولاية الوطن 12 شب من 12 ولاية شاركوا وقاسموا شباب الاربعاء وجبة الافطار برنامج متنوع جبنا من خلاله العديد من شوارع وقرى ومداشر هذه المنطقة لمسنا فيه تلك الخيرية الموجودة في شبابنا تلك الروح التضامنية الموجودة في شبابنا ومع اجواء التضامن والتكافل في الشهر الفضيل نبقى حيث تسعى الجمعية الخيرية للكرامة والتضامن بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة الى تنظيم موائد افطار يومية لفائدة المسافرين وعابري السبيل وهبا دنداني مائدة الافطار بادرت بها الجمعية الخيرية للكرامة والتضامن بمساعدة المتطوعين من اول يوم كنا اليد في اليد وهي فوق 350 ما تهدرش 350 اربعمية من غير اللامبورتي اللي ديواه للبيت نشكر كل المحسنين اللي راهم الساهموا قدرنا لائحة اكتبنا فيها اطعام الصائم في نادي السكك الحديدية وعلقناها برا الناس لو يعرفوا احنا خفنا قلنا بلاك ميكوش عندنا استقبال صاح لبريمي جورد تخلعنا يعني الله يبارك سخرنا الوسائل العائلات قاعة خاصة العائلات باش احتى الناس يعني تكون تفطر في ظروف نائقة هذا المطعم تابع الفيدرية الوطنية لعمال السكك الحديدية تابعة للاتحاد العام لعمال الجزائرين عادة يمدوه يعني اللي يدروا فيه الافطار في شهر رمضان يجوه مسافرين ويجوه ناس لجيز طريق الجمعية قامت ايضا بتنظيم عملية ختان للاطفال المرضى بالسرطان واطفال العائلات المعوزة أوليدي واحد من بينهم عنده اربع سنين وتخدتين والحمد لله وجاز طريبين وروا يبرا العطيباء كانوا موجودين الباراميديكال كل العمال المستشفى عاونونا لشد لجب المطريل والأطيباتين يشاركونا ورهم في صحة جيدة عملية حيرية أدخلت البهجة إلى قلوب هذه العائلات الجزائرية دوليا وفي فلسطين المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الواحد وثمانين بعد المئة حيث استشهد فجر اليوم ثمانية فلسطينيين على الأقل في غارات نفذها طيران الاحتلال على مدينة رفح كما شهدت مدينة دير البلح وسط القطاع قصفا مدفعيا وجويا في حين تعرضت خيام النازحين بمنطقة المواصب خان يونس لرصاص الاحتلال أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات يأتي هذا ساعة فقط بعد ارتكاب الاحتلال الصهيوني ستة مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها اثنان وستون شهيدا وعشرات الجرحة لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شهيد وما يفوق خمسة وسبعين ألفا جريح ناهيك عن آلاف الشهداء تحت ركام المنازل يحدث هذا في وقت علقت فيه الأمم المتحدة عملية المساعدة الإنسانية التي يقوم بها عاملوها في غزة ليلا بعد اغتيال الكيان الصهيوني لموظفي الإغاثة الإنسانية الاثنين الماضي يواصل الاحتلال الصهيوني إذن استهدافه لمناطق عدة من غزة استهداف طال الفلسطينيين وأطقم الإغاثة الإنسانية العاملة بغزة مراسل التلفزيون الجزائري ويسام أبو زيد لم يكن يعلم الفريق الإغاثي الدولي أن مصيره القتل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واليوم يخرج من غزة وهو يحمل على الأكتاف هو مصير سبعة أجانب كانوا في غزة منذ بدء العدوان يقدمون وجبات طعام لآلاف الفلسطينيين لكن قذائف الحقد الإسرائيلي سبقت أيادهم الممتدة لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين طوال ستة أشهر من العدوان اليوم نودع ستة من شهداء الواجب الإنساني وهم من أصحاب الجنسيات الأجنبية ثلاثة بريطانيين وواحد أمريكي وواحد أسترالي وواحد بولندي يعني كانوا يقدمون الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني عبر المطبخ المركز العالمي واليوم نودعهم كما نودع شهداء أبناء الشعب الفلسطيني الغارة الإسرائيلية كانت في دير البلح وسط القطع رغم وجود إشارات دولية تعرف على طواقم الفريق الإغاثي لكنها لم تشفع لهم وأصبحت السيارات التي تقلهم أثرا بعد عين وهو ما أثار أيضا حالة غضب محلية ودولية مؤكدين أن الاحتلال يحاول بجريمته إرهاب الطواقم الإنسانية للدخول إلى غزة تجديد الحصار على المعابر ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية لذلك بعض الدول لجأت إلى إلقاء المساعدات من الجو الآن على الأرض سترتكب جرائم لمنع أي مؤسسة دولية من تقديم الخدمات الإغاثية والطعام والشراب لسكان قطع غزة بهدف ترحيل سكان قطع غزة وقتلهم جوع فالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 180 يوما تتوسع فيه حلقات الإجرام الإسرائيلي من قصف المنازل والمذابح الجماعية وسفك دماء الأبرياء إلى قطع المساعدات عن المحتاجين ليزداد عداد الشهداء إلى نحو 33 ألف شهيد وإصابة أكثر من 75 ألف وستمائة إصابة ولا ينتظرون سوى الموت لخلة العلاج في مستشفيات القطع فقتل الفرق الإغاثية على مرأة ومسمع من العالم بأسره هي جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان ولا تحتاج إلى المزيد من الإثباتات وتضاف إلى سجل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني منذ أن بدأ العدوان وسام أبو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين في الرياضة تلعب اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام مباراة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابط المحترفة الأولى وفي برنامج صهرة اليوم شباب الوزاد يستقبل وفاق الصيف بملعب الخامس جويليا الأولمبي في قمة كروية تعيد بالكثير اللقاء بإمكانكم متابعته مباشرة على القناة السادسة الشبابية بدءا من الساعة العاشرة مساء هذا ويأتي جدول المباريات كاملا لهذه الجولة على الشكل التالي نختم بالثقافة حيث انطلقت بالمسرح الجهوي بولاية قسنطينا فعاليات الطبع العاشرة للمهرجان الثقافي الدولي للإنشاد بحضور عدة دول عربية الجمهور القسنطيني سيكون على موعد مع مختلف عروض الإنشاد التي ستدوم إلى غاية السادس من الشهر الجاري المزيد مع عارضة برماسين وفي الليالي العاشرة الأخيرة لشهر الفضيل تحتضل قسنطينا فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للإنشاد وهذا تحت شعار عجل إلى الجنان هي طبعة خاصة بفلسطين التي تحضر كضيف شرف نستضيف دول عدة تونس مثلا إيران اندونيسيا سوريا فلسطين فلسطين هذه الأخيرة لأجلها هذا المهرجان هذه المرة المهرجان هو محطة من المحطات ضمن خارطة المهرجانات التي حارست وزارة ثقاف الفنون على متابعتها ومرافقتها سواء من الناحية التنظيمية ومن الناحية المالية أو من ناحية أيضا التقييم لاحقا لدعم مثل هذه التظاهرات عرض الافتتاح كان باهرا مبهرا بعرض من فرقة الجبة التونسية والتي أخذت الكل إلى عالم صوفي عبر دعوة دامت أزيد من نصف ساعة عرض الجبة هو عرض موسيقي صوفي تونسي الإنتاج لكن موسيقى التي تمثل تونس وشمال إفريقيا وحتى العالم العربي إلى جانب الموسيقى المصاحبة نحن نخدم على ديسونغيتي حتى من العالم الكل إلى جانب الحضور الغفير حفل الافتتاح أو افتتاح هذه الطبعة العاشرة لهذا المهرجان شهد تكريم فنانين مروا على هذا الركح وعبر هذا المهرجان من تركيا سوريا مصر والجزائر نشرتنا تمت أما برامجنا متواصلة على التليفزيون الجزائري متابعة طيبة والسلام عليكم اشتركوا في القناة